السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازاك يا جماعة عامليني يا رب يكونوا بخير وبصحة كويسة. آآ الفيديو ده زي ما هو باين من عنوان كده. هقول لكم ايه السبب اللي انا خلاني انزل صورة زي اللي نزلت من فترة. واه هوضح لكم شوية معلومات بسيطة جدا عشان الناس كلها تبقى عارفة ايه الوضع وايه اللي بيحصل وده طبعا من حقك وعلي بما انتم بتتبعوني ومهتمين بالامر وكده. طيب يا يا جماعة الموضوع باختصار شريط جدا القناة دي كانت معمولة بهدف آآ الهدف الاول ليها او الهدف الاساسي ليها هي الاستمتاع بس والاستمتاع اللي هي بمعنى اللي هو نقل 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 الحاجة اللي احنا بنستمتع بيها للجمهور عشان الجمهور يتفرج ويستمتع بيها تاني يعني يستمتع بيها زينا. والكلام ده كان واضح كده من اول انا ما عملت القناة اصلا والقناة يعني لما انا اساسا عملتها والله يا جماعة انا مكنتش اعرف في لعب الترين سيميليتور دي اصلا تمام وكل اللي انا كنت منزله كان ترين سيم وورلد وكنت منبارك جدا باللعبة وكانت حاجة جميلة جدا وطبعا زي انا ما قلت كده في البوست اللي نزل في الجروب بتاعتي اسي اي جي قلت يا جماعة هناك كانت في البداية هناك كانت البداية للحاجة دي وبرضو هناك كانت البداية للحاجة التانية اللي هي خلاص هتنتهي ان شاء الله فخلونا مع بعض كده نسمع بس نسمع الحكاية كلها ويا ريت يا جماعة يعني اللي مش حابب يسمع الفيديو ده الاخر فاتمنى انهم ما يسمعوش خالص يعني يعني كاخر اخر تقدير يعني اه ليكم نحيتي اللي هتفرج على الفيديو وتفرج عليه كله لان كله كلام مهم جدا وهيعرفكم كل حاجة واللي مش عايز يتفرج يا جماعة فصدقني الفيديو كده مش هيفيدك خالص فيبق ما تفرجش عليه احسن تمام طيب باختصار شيء جدا يا جماعة انا زي ما انا قلت احنا احنا الاول احنا كتيم اساسا الاول خالص ما كانش فيه تيم تمام كنت انا وانا واحد عاشق للاتراط وعاشق للسكة الحديد المصرية بشكل بشكل خاص يعني بما ان انا من صغري وانا بحب الاتراط وبحب السكة الحديد وكل الكلام ده فلما كبرت واكتشفت ان فيه العاب محاكاة وكده فقلت يا دي حاجة جميلة جدا وعدت انا العاب واستمتعت تمام ولما لعبت واستمتعت فقلت طب ليه ما شاركش ما شاركش حاجاتي ومشاعر اللي انا بحسها وانا بلعب ما شارك عاشل الجمهور وجمهور يتفرج وتبسط وكل الكلام ده فبالفعل بدأت اعمل فيديوهات والدنيا كانت تمام الدنيا كانت تمام وفيش اي مشكلة فبعد كده الموضوع بدأ يتطور وانا لما شفت التصميمات بتاع اه استاذ حسام في لعاب الترينز وان هو بدأ يعمل حاجات مصرية وكان حاجة مبيرة جدا وعدت تابعه وبعد فترة كمان اه نزلت كده كام فيديو ازاي بقى تحمل الحاجات دي وازاي تلعب اللعبة اصلا وازاي تحمل اللعبة وتثبتها وكل الكلام ده نزلت ده كان خاص باللعب الترينز وبعد كده بدأت للعب الترين وبدأت ارص وتفرج وتعلم وبعد كده الامور مشت تمام وكل ده كان الهدف الاساسي الهدف الاساسي الهدف الهدف الاساسي ان القناة تبقى تبقى المتابع يتفرج على الفيديو يتبسط ويستمتع وبس ده الهدف الاساسي منها ما كانش فيه موضوع تحميل ده نهائي فللأسف الشديد للأسف الشديد فيما بعد يا جماعة اللي اتضح واللي انا اساسا كنت بحاول اصبر عليه جدا بس لأسف حلما خلاص انا خلاص انا خلاص انا انسان انا انسان انا بشر مش مش انسان اهلي ومش اهلا بمعنى صح ما عندهاش احساسه كده فالامر اتنقل من من قناة من قناة بتقدم محتوى عشان الشخص يتفرج على المحتوى بس ويتبسط واستمتع لقناة من الاخر كده اه سلت تحميل القناة سلت تحميل في تحميل اه يبقى فيه دعم مفيش تحميل وفي فيديوهات يبقى خلاص يبقى مفيش دعم ده للأسف الشديد اللي القناة وصلت له والقناة مش مكتش معمولة او القناة مش معمولة للهدف ده نهائي اصلا لان اساسا زي انا ما قلت وهقول تاني لما عملت القناة ما كانش فيه حاجة اسمها تحميل اصلا وما كانش فيه اي اضافات مصرية اللي هي بالترين اصلا فالموضوع ايه الموضوع يعني الموضوع بقى بقى متعب جدا بقى متعب نفسيا كمان ان انت تلاقي تعليقات اه تعليقات من الناس امتى امتى الاضافة هتنزل والفكرة ان انا كازا مرة قلت يا جماعة الصبر كويس والصبر كويس الاول كنت بقوله يا جماعة الصبر كويس وكل حاجة هتنزل في وقته وكان فيه حاجات بتنزل بعد كده الموضوع بدأ اه بدأ ياخد شكل تاني خالص بدأ ياخد منحانة تاني خالص في الكومنتات والتعليقات والانتقاد حتى الانتقاد ما كانش باسلوب كويس لا كان انتقاد باسلوب محدش يستحمله فالموضوع لما لما زاد عن حده واحنا يا جماعة احنا دي لعبة يا جماعة والله في الاول في الاخر لما حد يقول لي اه او حد يكتب في الكومنت بدون زكر اسمها وبدون اي حاجة يعني كومنت مثلا يبقى اللي هو انتو انتو بتزلونا ولا ايه يا جماعة والله يعني انت يعني انت ما تتخلاش عن عن شخصيتك وانسانيتك وتقول اساسا حاجة زي كده احنا 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 ما بمزلش حدا ومش هدفنا كده والله العظيم يعني المغزى الاول والاخير للفكرة دي استمتاع وهوايا يا جماعة تمام تعالوا يا جماعة هنتكلم على تيم بشكل مختصر التيم مكون من خمس اضلاع رئيسية كل دل امكمل التاني والخمس اضلاع دول مين البشوانتس محمد ديز البشوانتس محمد يحي البشوانتس محمد رفاعل البشوانتس محمد السعيد والعبد الفقير اللي قدامكو ده تمام فاحنا احنا كتيم احنا كتيم يعني متوحد كده ومسك نفسه فالموضوع بيبقى بنا بالمشهورة الموضوع بنا بالمشهورة يا جماعة احنا هننزل اضافة كذا فانتو موافقين ولا لأ فبيبقى فيه مشهورة وفيه اجماع لو لو اتنين قالوا لأ وتلاتة قالوا وايوة يبقى التلاتة كلامهم اللي هيمشي والحاجة هتنزل وبدليل بدليل بدليل ان بعد كل التعليقات السلبية وكل الامور دي جينا في العيد ونزلنا العربية بتاعتاح مصر المصرية نزلناها عادي من غير اي مشاكل وللأسف الشديد بعد بقى بعد ما نزلنا يعني بعد ما نزلنا العربية دي الاشخاص الاشخاص دلوقتي لما بتيجي تنتقد او ان تيجي تقول حاجة هي بتوجه الكلام لي انا كشخص بيدخل خالص عن التيم يعني يوم بينسوا خالص ان ده تيم والقرار مش لي مش بتاع انا مش انا اللي باخد القرار ونسوا خالص ان دي لعبة والمفروض لوحد يستمتع بيها ونسوا خالص ان انا اقولت كذا مرة ان يا جماعة الاضافات دي ما بتنزلش ده بسبب عدم تقدركوا انتم وتوا مؤخرين الدنيا نسوا كل دا واصبح ان انا الشخص الوحش وهنا الشخص السيء وهنا الشخص الاناني وهنا كل دا جماعة والله العظيم يعني عشان بس من الناس تبكى أفاهمه ووعية هي ب �م اي احنا كلنا عندنا مشاغل تاني كلنا قلنا عندنا مشاغل تاني كلنا في تيم عندنا مشاغل تاني وعندنا اولوعيات تاني واللعبة ما هي الا مجرد هواية واستمتاع ليس اكثر ايحنا مش هدفنا الريف منها بدليل بدليل ان انا طلعت كذا مرة وقلت يا جماعة والله كل حاجة هتنزل مجاني بس في الوقت المناسب اللي التيم هو اللي يشوف انه هو مناسب وغير كده لما نشوف تقدير واحترام ودعم منكو للمجهود اللي التيم بيعملو بس فالامر اخد اتجاه تاني فانا الصراحة ما كنتش قادر خالص على الموضوع ده وكررت انه لا خلاص يا جماعة طالما طالما الموضوع كده بعيد خالص عن التيم زي ما هو مفيش اي مشكلة انا قلت لا لا انا مش معلش يا جماعة انا عامل القناة دي استمتع فانتو دلوقتي تجي شلطوها خالص من الموضوع الاستمتاع لموضوع الموضوع تاني خالص اللي هو لا اه سلط بقى تنزلات وفي تنزلات وكده الامر اصبح متعب ومرهق ومرهق جدا انا 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 بفكر في القرار ده بقى لي تلات شهور انتم متخيلين تلات شهور وكل شوية كنت اتمنى ان يبقى فيه ان يبقى فيه تغيير منكو انتم كمتابعين ليه نحن ويبقى فيه تغيير تغيير في التفكير واللي هو الناس ماتفكرش بطريقة دي وللالعسف الشديد مش صغيرين في السن بس اللي بيقلوا اللي بينتقدوا باسلوب مش كويس لأ ده وكبار في السن برضو اللي بينتقدوا وياريت الانتقاد بتاعهم بيبقى بشكل كويس في انتقاد انت باشا بتنتقد برأيك باحترامك فتمام جدا انما انت بتنتقد باسلوب مش محترم ولأ يجوز لشخص انه هو يتكلم بالاسلوب ده فالامر بيبقى هنا خلاص اللي هو إيه يا جماعة دي لعبة دي في الاول وفي الاخر لعبة والمشكلة ان يا جماعة انا قلت ان الحاجة هتنزل و هتنزل مجاني وده باجماع التيم ماشي ما عندناش اي اعترض ان الحاجة تنزل مجاني وبدليل ان انا في الفيديو اللي الناس كلها طلعت انتقدتني انا كشخصي واللي هو انت ليه بتعمل كده وانت 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 لما الهنشي الابوكابينا اتصرب وانا قلت يا جماعة احنا دلوقتي احنا كتيم تي اس يجي هنوقف اضافات خالص لغاية ما نشوف برنامج يحمي يحمي خصوصية التصميمات بتاعتنا فللاسف الشديد ناس كتير يعني ناس كتير فيهم بتكلاما غلط وبدليل تاني ان احنا قلنا ان احنا قلنا احنا هنحمي بس الحاجات بتاعتنا بدليل تاني ان العربية اللي هي بتاعة حمص نزلت مع انها مع انها مكانش يعني مكانش فيه برنامج حماية قوي لها تمام بس يعني الطريقة اللي هي معمولة بها صعب جدا حد يغير في بتاعتها او في الشكل بتاعها بشكل يعني في الشكل بتاعها صعب جدا حد يغير فيه وكده فبس كان هو ده كان هو ده المغزر حتى يا جماعة طلقت طلقت التاني في فيديو وقولتلكم يا جماعة والله يعني القرار مش قرار شخصي يعني الموضوع مش بايدي انا لو الموضوع بايدي تقول لي حاجة نزلت يا جماعة بس هي الفكرة كلها ان في مواقف وفي حاجات بتحصل كده من بعض من بعض مش من الكل من بعض المتابعين بيخله الواحد يفكر مرة واثنين وثلاثة قبل الحاجة دي ما تحصل لان هو مش حابب ان الحاجة بتاعته او الحاجة اللي هو تعب فيها وطلع مجهود كبير فيها تضيع كده يعني تضيع كده الفاضي فمن هذا من هذا المنطلق بدأنا نحاول نشوف برنامج وحتى كمان انا قلتلكم يا جماعة اللي عنده فكرة لبرنامج حماية كويس جدا يحمي خصوصيتنا يقول 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 على الفكرة او يقول على البرنامج واحنا هنحاول نعمله وبالفعل في مهندسين في التيم شغالين على البرنامج الحماية ده بس هو لسه مخلص لان البرمجة بتاعته صعبة جدا بس فكل شوية كنت تقولي يا جماعة الصبر كويس الصبر كويس فاللوه انت يا صديقي انت مش مش هتقسر رأي حاجة لو صبرت والله يعني الصبر هيبقى كويس جدا وهيبقى حاجة كويسة وغير كده الصبر جميل ده في الدين اساسا اللي هو اصبر اصبر فالصبر جميل يعني الصبر مفتاح الفرق فاستنى ده لو انت واخدها حاجة تاني انما دي والله لعبة وزي احنا ما قولنا هدفنا الاول الاستمتاع فهدفنا ان احنا نبتعكم بالحاجات دي بس برضو يا جماعة هرجع واقول ان القناة بتاعتي الهدف الاول منها اللي استمتاع ومشاهدة المحتوى مش التحميل الهدف الاول منها الاستمتاع مش التحميل فانتو بنفس كل خلطوها تحميل يا جماعة انتو مقتنعين ان نسبة المشاهدات عندي 60% من الناس اللي بتفرجوا علي مش مشاركين عندي في القناة اصلا بيعد خالص عن الموضوع ده خلاص يا جماعة اللي هو ايه ايوة انتو مش مشاركين مش حابين مثلا مش حابين مثلا القناة او اللي هو احنا لا احنا بنخش نحمل وكده فالموضوع ده بقى حاجة تضيقني فللاسف للاسف للاسف انا عارف طبعا ان في ناس اه ان في ناس هنا بتتفرج علي شخصي بتتفرج علي شخصي بتتفرج علي شخصي بتتفرج عن المحتوى ده احبهم في المحتوى احبهم لشخصي انا مش هدفها مش هدفها تحميل مش هدفها اي حاجة فانا مش عارف الصراحة اقول ايه بس يا جماعة انتو انا سايب لك الكومنتات تحت انتو قولوا براحقوا انتو لو ما كاني هتعملوا ايه انتو لو ما كاني هتعملوا ايه تصدقوني يا جماعة الموضوع النهار الخارجي عن تحد أنا وصراحة لا أحد أستستعمل هناك ناس كتير يتحدثوني وفيه النسي المتحدثونت على الأضافة وفيه المستطاع متاح لجميع سأساعده وفيه المستطاع لا أستطيع أن أساعده كل واحد يتحدثوني كل واحد يتحدثوني كِيِسَ جدا' هو بيكلمني ليه? وهل هو بيكلمني عشان خطر مصلحته? ولا بيكلمني عشان خطر المحتوى وهو حبيب المحتوى? ولا بيكلمني عشان خطر يطمن علي انا لشخصي! انا كل واحد عارفه وعارف كويس هو بيعمل ايه وغير كده في حاجات كتير هو ممكن بيعملها وفاكر اننا معرفهاش وغلق في حق انا شخصيا وانا ببقى عارفها يعني انا ببقى عارفها وكلام ببقى واصلي فالموضوع بقى متعب جدا 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 وانا للاسف مش هقدر طبعا اكمل في الموضوع ده طالما هو هيبقى بالرعاك ده وبالتعب ده وانا اساسا هدفي الاستمتاع مش هدف تحميله ولا هدفي فلوس يبقى خلاص يبقى نقوله ستوب لغاية كده للموضوع ده وطبعا معلش بقى ان انا طولت عليكم في الموضوع ده بس كنت حابب اوضح لان الناس فاكرة ان التيم اتفاشكل وان المشكلة في التيم وكده للاسف المشكلة مش في التيم خالص المشكلة في في عدم التقدير والردود والافعال اللي بقت مبالغ فيها قوي اللي هو تكاد تتدخل في حياتنا الشخصية وانا قلت يا جماعة ده ده مش شغل اساسي يعني ده حاجة بجانب الحاجة واو غير كده يا جماعة قبل بس منيني قبل من منيني الفيديو او من خلص الفيديو على كده اه فكرة ان ان انا اشتغل على برنامج برنامج سيري دي وابده اصمم وكده مالوش علاقة خالص باللعبة يعني انا مسلا دلوقتي قلت خلاص انا بطلت اللعبة بطلت اللعبة بطلتها مش هنزل عنا فيديوهات وشكرا جدا للفترة اللي احنا قضناها دي مع بعض وشكرا لكل شخص تابعني بحب وتابعني باحترام شكرا جدا ليه وشكرا لكل شخص انتقادني انتقاد كويس محترم انا قابل لانتقاد ده وشكرا لكل شخص انتقادني انتقاد مش كويس ومش محترم فانا مش قابل لانتقاد ده وعند ربنا اه الحساب والحساب ساعتها هيجمع انا مش واخد فلوس من حد وانا مش اه يعني انا دي مش شغلانا دي هواية فقط انا حابب فهعمل انا مش حابب فمش اعمل وبس كده يا جماعة حبيتي حبيت اوضح النقطة دي وشكرا جدا لك لو انت اتفرقت لغاية بالوقت ولو عندكم اكتراحات لو عندكم اكتراحات ممكن تلقا في الكومنتات بس احتمال كبير المحتوى يتغير بتاع القناة واحتمال اكبر ان بعد الفيديو ده ما فيش فيديوهات تنزل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام